اشتركوا في القناة وقال سموه في تصريح له بعد نهاية مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب العماني بعد المستويات الكبيرة التي قدمها لاعب المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي هناك ارتياح عام في الأوساط الرياضية رغم خروج المنتخب من الدور قبل النهائي في ظل الحضور القوي والمثالي للاعب المنتخب وإصرارهم الملحوظ على التنافس الحقيقي لنيلي لقب البطولة وتابع سموه إن المستوى الفني للمنتخب الوطني في كأس الخليج يثلج الصدور ويبعث على الارتياح بأن كرة القدم البحرينية تسير في الطريق الصحيح والمرسوم لها رغم الخروج من كأس الخليج لكننا كسبنا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيحملون على عاتقهم مستقبل الكرة البحرينية وتمثيلها في مختلف البطولات المقبلة وضاف سموه لقد كانت التطلعات التأهول إلى المباراة النهائية وهذا حق مشروع لنا ولجميع المنتخبات المشاركة ولكننا خرجنا مرفوع الرأس بعد أداء رائع ومنتخب شاب ترك انطباعا رائعا وأشار سموه يجب على الاتحاد البحريني لكرة القدم تقييم المشاركة في كأس الخليج من الناحية الفنية والاعتماد على الإنجازات التي تحققت في هذه البطولة ومحاولة تلاشي السلبيات في المستقبل وعلينا أن نواصل العمل مع هذا المنتخب في سبيل بنائه للمستقبل والاستعداد للاستحقاقات المقبلة واثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد على الحضور الجماهري وقال لقد كانت الجماهير البحريني خير مؤازر للمنتخب في البطولة ووقفت إلى جانبه في جميع المباريات وتشجيعه بصورة مستمرة ولهم التقدير والاعتزاز كما ونشيد بدور الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني